موسيقى مشاهدين الكرام أهلا ومرحبا بكم في نشرة أخبار العالم تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار والبداية بأبرز العنوين رئيس الدولة ونائبه يهنئون رئيس جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك ويبحث مع وزيري خارجية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية جهود حل الأزمة اليمنية موسيقى أهلا بكم بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة رامشاندرا بوديل رئيس جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقية تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيس رامشاندرا بوديل وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد النهيان برقية تهنئة ممثلتين إلى معالي بوشبا كمال دهال رئيس مجلس وزراء جمهورية نيبال الديمقراطية الاتحادية التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد النهيان وزير الخارجية في نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال دورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة كلا على حدة فقد التقى سموه معالي دونيكا جيربالا شورتاز نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كوسوفو ومعالي فينسنت بيروتا وزيرة خارجية رواندا ومعالي المدين كونكوفيتش وزيرة خارجية البوسنة والهرسك ومعالي جورجيوس جيرابيترس وزيرة خارجية اليونان ومعالي ألفا بابتسات وزيرة خارجية سانت لوسيا ومعالي يان ليبافسكي وزيرة خارجية جمهورية لتشيك وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات الصداقة ومسارة تعاون الثناء بين دولة الإمارات وهذه الدول في عدة مجالات ومنها الاقتصادية وتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها كما تطرقت المحادثات إلى استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 العام الجاري في مدينة إكسبو دبي وأهمية استثمار هذه المنصة الدولية المهمة من أجل حجل الجهود العالمية المبذولة لمكافحة تداعيات التغير المناخية بحث سمو شيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة ومعالي أنتوني بلينكين وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة جهود حل الأزمة اليمنية واستعرض الاجتماع الثلاثة بين أصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبل توصل إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب اليمني وتقديم الدعم اللازم لليمن على الصعيد الاقتصادي وأكد وزراء خارجية الإمارات والسعودية والولايات المتحدة على أهمية التعاون الوثيق بين الدول الثلاث ومجلس القيادة الرئاسي في اليمن لتعزيز جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة وأشهد سموه بالجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق نار في اليمن بما يقود إلى تسوية سياسية شاملة للأزمة مجددا التأكيد على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان وزير الخارجية فخامت الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة وذلك على هامش أعمال الدورة الثمينة والسبعين من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وبحث فخامته سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان عددا من الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والجهود الأممية المبدولة لتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية كما استعرض أفق التعاون المشترك بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد الانهيان خلال اللقاء على نهج دولة الإمارات الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق بما يلبي تطلعاته نحو مستقبل مستقر ومزدهر مشيرا إلى العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين وشعبيهما عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع اليونان الصديقة في ضحايا فريق إنقاذ تعرض لحدث سير أثناء توجهه من بنغازي إلى درنا في ليبيا التي اشتاحها الفيضانات ما أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومؤساتها إلى حكومة جمهورية اليونان وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم قالت دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة في بيان مشترك إنها تجدد دعواتها لإيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للتاقة الفرية جاء البيان بعد اجتماع وزراء خارجية بدول مجلس التعاون ووزير الخارجية الأمريكي والأمين العام لمجلس التعاون في نيويورك هذا وكانت إيران قد منعت دخول عدد من مفاتيشي الوكالة الدولية للتاقة الذرية المكلفين بالإشراف على الأنشطة النووية لطهران في خطوة وصفها المدير العام للوكالة الدولية للتاقة الذرية رفيال جرسي بأنها غير متناسبة وغير مسبوقة في آخر مسجدات الفيضانات في ليبيا قال عثمان عبدالجليل وزير الصحة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب في ليبيا إن إجمالي من تأكدت وفاتهم رسميا حتى مساء أمس بلغ ثلاثة ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين شخصا وقال الوزير أنه لم تصدر قرارات بشأن إخلاء مدينة درنا بالكامل ولكن فقط تم عزل منطقة واحدة في درنا لكثرة الجثث المطمورة فيها وأكد الوزير أن 14 فريق إنقاذ يعملون في درنا على انتشال الجثث و70% منهم تم التعرف عليهم من ذويهم في بداية الأزمة لكن منذ ثلاثة أيام وجدوا صعوبة في التعرف على الجثث التي أعثر عليها وفي مصر ضرب زلزال بقوة أربع درجات ونصف درجة على نقياس رختر شمال مصر فجر اليوم وأفاد المعهد القومي للبحث الفلكية والجيوفيزيائية في بيان أن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل تابعة للمعهد سجلت هزة أرضية على عمق 13 كم على دائرة عرض 22 درجة شمال وخططول لـ 24 درجة شرق قال المعهد أنه لم يرد ما يفيد بالشعور بالهزة أو وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات مشاهدين نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير أذربيجان تعلن وقف إطلاق ناري في إقليم نغورني كارباخ بعد حملة عسكرية سيطرت خلالها على 60 موقع عسكريا مشاهدين أهلا بكم من جديد في نشرة أخبار العالم وفي أخبار أخرى أكدت وزارة الدفاع في أذربيجان اليوم أنها توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة نغورني كارباخ مشيرة إلى أن القوات الانفصالية في المنطقة الجبلية وافقت على إلقاء أسلحتها وتخلي عن المواقع القتالية والمواقع العسكرية ونزع سلاحها بالكامل وأعلن الانفصاليون الأرمن في نغورني كارباخ بأنهم سيقفون إطلاق النار وسيلقون أسلحتهم وقالت الرئاسة المعلنة للمنطقة في بيان إنه عبر وساطة قيادة فرقة حفظ السلام الروسية المتمركزة في نغورني كارباخ تم توصل إلى اتفاق بشأن الوقف الكامل لإطلاق النار اعتبار من الساعة الواحدة في العشرين من سبتمبر الفين وثلاثة وعشرين وكانت أذربيجان قد أرسلت قوات مدعومة بالمدفعية إلى منطقة نغورني كارباخ وقالت وزارة الدفاع الأذرية في بيان إن قواتها سيطرت حتى الآن على أكثر من ستين موقع عسكريا ودمرت ما يصل إلى عشرين مركبة عسكرية ومعدات أخرى وتسبب النزاع على المنطقة الواقعة في جنوب القوقاز في نشوب حربين منذ سقوط الاتحاد السوفيتي ودع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أذربيجان إلى وقف عمليتها على الفور كما ندد الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا بالعمل العسكري ودعت أذربيجان إلى العودة للمحادثات مع أرمينيا حول مستقبل كارباخ من جانبه أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في خطاب متلفز موجه إلى الأمة اليوم أن ياريفان لم تشارك في سياغة اتفاق وقف إطلاق النار بين الانفصاليين في ناغورني كارباخ وأذربيجان وقال باشينيان أن أرمينيا لم تشارك في سياغة نص إعلان وقف إطلاق النار في ناغورني كارباخ بواسطة قوات حفظ السلام الروسية مؤكدا أن ياريفان ليس لديها جيش في الجيب الانفصالي هذا وقالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قوات حفظ السلام الروسية تواصل القيام بعملها في إقليم ناغورني كارباخ وتقديم كل المساعدة الممكنة للمدنيين والحفاظ على التواصل وثيق مع جميع الأطراف وأضافت الوزارة أنه يوجد حاليا 2116 مدنيا بينهم 1049 طفلا في القاعدة الرئيسية لكوات حفظ السلام هذا ووافق الأرمن في المنطقة الانفصالية التابعة لأذربيجان على اقتراح روسي بوقف إطلاق النار اليوم بعد 24 ساعة من بدء أذربيجان هجوما لسيطرة على الجيب أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات وللمزيد مشاهدين من التفاصيل حول هذا الملف ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة ضيفي الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والستراتيجية دكتور أهلا بك معنا إلى هذه النشرة إذن القوات الأذرية أعلنت وقف إطلاق النار في إقليم ناغورني كارباخ كيف تم التوصل إلى هذا الاتفاق وما هي التبعات المتوقعة لهذه الأزمة يعني حسب المعلن روسيا لعبت دورا في هذا في الوصول إلى هذا الاتفاق لكن من الناحية العملية أعتقد أن انتهاء الأزمة الحالية بهذا الشكل هذا يؤكد أو يحمل الكثير من الدلالات أولا هو يؤكد على أن الهدف أزربيجان منذ بدء هذه العملية كان هدفا داخليا بمعنى تأكيد سيادتها وتأكيد سيطرتها على إقليم ناغورني كارباخ وأعتقد أن هذا يمثل خطوة إضافية لما تم الوصول إليه في عام 2020 في عام 2020 انتهت الحرب بين أزربيجان وأرمينيا بسيطرة أزربيجان على نسبة كبيرة من الأراضي التي كانت قد فقدتها في عام 1991 في حرب التي نشبت بين الطرفين في ذلك العام وأعتقد أن نتائج الأزمة الحالية تكرس لأوضاع جديدة منها ربما تأكيد سيادة أزربيجان على الإقليم ناغورني كارباخ بنسبة كبيرة لكن سيظل هناك بعض النقاط المتعلقة خاصة بإدارة الأوضاع الإنسانية وإدارة العلاقة بين الأرمن سكان هذا الإقليم وعلاقتهم بأرمينيا لأنه كما نعلم هناك ممر يربط الإقليم بأرمينيا بهذه النقطة تحديدا دكتور يعني ياريبان كانت قد أكدت أنها لم تشارك في صياغة اتفاق وقف إطلاق النار ماذا يعني ذلك؟ هل يمكن أن يهدد برأيك ذلك استمرار هذا الاتفاق؟ أولا في رأيي هذا ربما كان نتيجة منطقية أو أمرا منطقيا لأن الأزمة الحالية لم تكن حربا بين أزربيجان وبين أرمينيا وبالتالي هذا ما يبرر أن أرمينيا لم تكن طرفا في وقف إطلاق النار لأن أزربيجان كانت حريصة منذ البداية على تكييف الأزمة الحالية باعتبار أنها جزء من ممارسة أزربيجان لسيادتها على الإقليم أو التعامل مع ما وصفته بأنشطة إرهابية أو انفصالية داخل بعض المناطق من إقليم ناجورني كارباق فالتكييف الذي قدمته أزربيجان منذ البداية وأيضا عدم تطور الأزمة إلى مواجهات عسكرية مباشرة بين البلدين هو الذي يؤسس في رأيي لأن أرمينيا لم تكن جزء من هذا الاتفاق فضلا عن ذلك فأن معطيات الأزمة الحالية تختلف بشكل كبير عن الظروف التي نشبت فيها حرب عام 2020 سواء فيما يتعلق بانشغال روسيا بالحرب الروسية الأوكرانية أو فيما يتعلق بالمسافة أيضا التي يعني بين روسيا وبين أرمينيا بقارنة بما كان عليه الوضع في عام 2020 أود أن أسألت هنا دكتور عن روسيا بما أنك تتحدث عنها وزارة الدفاع الروسية قالت اليوم بأن قوات حفظ السلام الروسية تواصل القيام بعملها هناك برأيك ما هو دور المناط بها بهذه الفترة تحديدا وهل ستدعم وقف تثبيت هذا الاتفاق يعني أعتقد أن روسيا بالفعل سوف تحاول جاهدة يعني تثبيت وقف إطلاق النار لأن هذا سيكون امتداد أو تأكيد للدور الروسي في هذه الأزمة وفي هذا الصراع روسيا في عام 2020 لعبت الدور الرئيسي في الوصول إلى وقف إطلاق النار حتى وإن كان يعني ظل اتفاقا أو هدنة هشة بين الجانبين لكن من الناحي العملية روسيا لعبت الدور الرئيسي في ذلك في عام 2020 وبالتالي من الطبيعي ألا تتخلى روسيا عن هذا الدور خاصة إذا أخذنا في الاعتبار كما أشرت قبل ذلك وأن المسافة بين أرمينيا وروسيا أصبحت أكثر مما كان عليه الوضع في عام 2020 خاصة مع اقتراب أرمينيا لتدعيم علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع القوى الأوروبية كل هذا يشير في رأيي لأن روسيا سوف تحرص على أن تحافظ على دورها في هذه الأزمة أو في هذا الصراع كجزء من حفاظ على دورها في منطقة القوقاز بشكل عام أشكرك على كل هذه المعلومات والإضاحات الدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والاستراتيجية شكرا جزيلا لك على وجودك معنا في مسجدات أخرى قال الكريملين اليوم أن روسيا ترغب في توسيع العلاقات مع كوريا الشمالية في جميع المجالات الممكنة وكان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكريملين يرد على سؤال من الصحفيين حول زيارة الزعيم الكوري الشمالي كين جونغون الأسبوع الماضي إلى أقصى شرق روسيا حيث أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية أعلنت موسكو أنها أسقطت أربع طائرات مسيرة أوكرانية كانت تحلق فوق منطقتين بيلغورد وأوريول الواقعتين في غرب روسيا وقالت زارة الدفاع الروسية في ثلاثة بيانات منفصلة نشرتها تباعا إن الأراضي الروسية استهدفت بثلاثة هجمات أوكرانية نفذتها أربع طائرات مسيرة وأوضحت أن الدفاعات الجوية أسقطت أول طائرتين مسيرتين في منطقتين بيلغورد وأوريول ولم توضح الوزارة ما إذا كان أسقط هذه الطائرات قد أسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية على الجانب الآخر أعلنت القوات المصلحة الأوكرانية اليوم أنها دمرت سبعة عشرة من أربع وعشرين طائرة مسيرة نصية أطلقت ليلا فيما تعرضت مصفات لتكرير النفط لهجوم بحسب حاكم إقليمي وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة أن روسيا شنت ليلة أمس هجوما على أوكرانيا بأربع وعشرين مسيرة انتحارية مشيرة إلى أن دفاعاتها دمرت سبع عشرة طائرة منها ولم تتضح بعد الأضرار الناجمة عن تلك الهجمات في حين تعرضت مصفات لتكرير النفط في منطقة بولتوفا وسط أوكرانيا لهجوم آخر لحسب الحاكم الإقليمي ديمترو لونيك إلى بريطانيا حيث وعدت الحكومة بإنفاق ما يلزم من الأموال وبأسرع ما يمكن لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالإنهيار بسبب استخدام خرسانة من نوعية محددة في البناء تفقد صلابتها بمرور الوقت هذه المشكلة تسببت بإغلاق بعض المدارس وتحول للتدريس عن بعض مخاوف أبدها أهالي طلاب المدارس بشأن سلامة أبنائهم بعد الكشف عن مشكلة تداعي البناء في أكثر من مائة مدرسة في إنجلترا لأسباب تعود لاستخدام خرسانة من نوعية محددة في البناء تفقد صلابتها بمرور الوقت هذه المشكلة تسببت بإغلاق بعض المدارس بشكل جزئي وأخرى بشكل كلي ابني يدرس في هذه المدرسة ولقد تلقينا رسالة أن المدرسة ستغلق يومي الاثنين وثلاثاء مع أن عودة المدارس لا تزال في بدايتها خلال إغلاق المدرسة ستتم الدراسة من المنزل من الجيد أنهم أخبرون بما يحدث وأتمنى أن تحل المشكلة جاءنا إيميل قبل كم أسبوع قالوا أكو إمكاني أنه بعض الطلاب سيطلبون من علوم أنه يبقون في البيت مثل أيام كورونا سيصير ريموت ليرنينج للي طبعاً دولة مون كل الطلاب اللي سيمنحون هذا الشيء المعارضة بدورها اتهمت رئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك بالتقصير في إصلاح المدارس عندما كان مستشاراً للخزانة إلا أن سونك رفض هذه الاتهامات مشيراً إلى أن حكومته ستنفق كل ما يلزم من أموال وبأسرع ما يمكن لإصلاح عشرات المدارس المهددة بالانهيار أعتقد أن هذا خطأ تماماً في الواقع كان أحد أول الأشياء التي قمت بها كمستشار هو الإعلان عن برنامج إعادة بناء جديد مدته عشر سنوات لخمسمائة مدرسة وهذا يعادل الآن حوالي خمسين مدرسة سنوياً سيتم تجديدها أو إعادة بنائها مشكلة الخرسان التي تفقد صلابتها بمرور الوقت دقت ناقوس الخطر ليس فقط على المدارس بل يشمل الأمر مباني مستشفيات ومحاكم يخشى أن تنهار في أي وقت هذه إحدى المدارس التي اضطرت إلى إغلاق جزء من مبانيها بسبب مخاوف متعلقة بسلامة الطلاب البعض الآخر من المدارس اضطر إلى الإغلاق بشكل كامل وإعادة الدراسة عن بعد مما تسبب بتحديات لتلاميذ ولأهاليهم خاصة من الأسر العاملة لمركز أخبار قنوات أبو ظبي جمان العزاوي لندن مشاهدين إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة أخبار العالم قبل الختام هذا التذكير بأبرز العنوين رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جمهورية نيبال بذكرى يوم الدستور عبدالله بن زايد يلتقي عددا من وزراء الخارجية في نيويورك يبحث مع وزيري خارجية الصعودية والولايات المتحدة الأمريكية جهود حل الأزمة اليمنية مشاهدين ختام نشرة أخبار العالم كنا معكم من مركز الاتحاد الأخبار شكرا على حصن المتابعة ودائما في أمان الله شكرا على حصن المتابعة ودائما في أمان الله أهلا بكم مشاهدين مع نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار ونبدأها بالعنام دولة الإمارات تعتزم استثمار خمسين مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة خلال العقد القادم الأسواق العالمية تترقب نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص الفائدة جي آي بي تقترب من الاستحواذ على شركة توشيبا مقابل 14 مليار دولار أهلا بكم أكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف كوب 28 أنه تماشيا مع رؤية القيادة في دولة الإمارات تسعى رئاسة المؤتمر إلى حشد الإرادة السياسية لإنجاز تقدم ملموس في موضوع التمويل المناخي وتوفيره للاقتصادات الناشئة والنامية جاء ذلك خلال مشاركة الجابرامس في مراسم بدء التداول في بورصة نيويورك وشدد على ضرورة قيام القطاع الخاص بدور ريادي في تجشين مرحلة جديدة من التمويل المناخي المستدام لضمان تحقيق أهداف اتفاق باريس رسخت دولة الإمارات مكانتها الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة ودورها الفاعل في دفع عجلة نمو القطاع في العالم من خلال تعزيز استثماراتها في مشاريع الطاقة المستدامة واستثمرت الدولة أكثر من خمسين مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في سبعين دولة وتخطط الاستثمار خمسين مليار دولار إضافية خلال العقد القادم وتشكل مشاريع شركة بوظبي لطاقة المستقبل مصدر منذ تأسيسها في عام 2006 تشكل نموذجا رائدا ومساهما أساسيا في الحد من آثار التغير المناخي وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري انطلق اليوم في دبي الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تستضيفه وزارة المالية لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا الميزانية بين صناع القرار في المنطقة الهدف الأسماء كيفية تحسين بيئة الأعمال في المنطقة كيفية جذب الاستثمار للمنطقة وإضا دراست طرق المختلفة لتمويل الميزانيات سواء كانت ميزانيات بإيرادات ذاتية من الحكومات أو بأساليب أخرى كالشراكة مع القطاع الخاص كذلك انطرحت تجربة دولة الإمارات تجربة الذكاء الصناعي وكيفية الاستفادة المثلة من البيانات الضخمة أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولية عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في خدمة أكثر من مليونين وثمانمائة ألف مسافر خلال شهري يوليو وأغسطس من العام الحالي وذلك عبر تسجيل حوالي 17 ألفاً وسبعمائة حركة جوية عبر المطار من أكثر من ثلاثين دولة حول العالم وتأتي هذه النتائج الإيجابية تماشياً مع جهود الهيئة لتعزيز مكانة المطار ليكون من بين أفضل خمسة مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر آمنة وخدمات رائدة للمتعاملين وسنتابع المزيد من الأخبار بعد فاصل قصير أهلاً بكم مجدداً تقترب صفقة استحواذ جي آي بي للأسهم الخاصة على شركة توشيبة من النجاح مما يمهد طريق لأكبر عملية استحواذ في اليابان هذا العام وغالت توشيبة إنها تلقت تقريراً من المشتري جابان اندستريال بارتنرز يفيد بأن عرض الاستحواذ من المتوقع أن يكون ناجحاً وعرضت جي آي بي وهي شركة أسهم خاصة عرضت 14 مليار دولار للأسحواذ على شركة توشيبة الخاصة الشهر الماضي وحصلت الصفقة على موافقة ثلثي مساهمي شركة توشيبة والمقارر الدعوة لاجتماع طارئ للجمعية العمومية غير العادية قريباً بهدف الحصول على موافقة باقي المساهمين على بيع أسهمهم بعد ذلك سيتم شطب أسهم الشركة من بورصة توكيو في الأول من ديسمبر أسعار القادم أظهرت بيانات رسمية اليوم أن تضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا انخفض على غير المتوقع إلى 16.17% في أغسطس مقابل 6.18% في يوليو وذلك قبل يوم من قرار متوقع لبنك إنجلترا برفع الفائدة مرة أخرى وساهمت قفزة في أسعار الوقود وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية في ارتفاع معدل التضخم السنوي للمرة الأولى منذ فبراير ولازلنا مع الأخبار الأوروبية حيث سجلت أسعار المنتجيين في ألمانيا أكبر انخفاض على أساس سنوي في أغسطس منذ بدء جمع البيانات في عام 1949 حيث أفاد مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم أن أسعار المنتجيين انخفضت 12.16% على أساس سنوي وكانت الزيادة في أسعار المنتجيين في أغسطس 2022 بلغت نسبة قاربة 46% على أساس سنوي وهو أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء التسجيل بسبب الحرب في أوكرانيا تعيش الأسواق العالمية حال الترقب أقرب إلى التوتر انتظارا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يجتمع على مدى يومين بشأن السياسة النقدية للولايات المتحدة وعلى رأسها معدلات الفائدة والتي تؤثر على بقية العالم حيث وصلت الآن إلى أعلى معدلاتها منذ 22 عاما بين 5.45% وتنقسم توقعات بين استمرار رفع الفائدة للوصول بالتضخم إلى المستوى المستهدف عند 2% بينما يتوقع آخرون توقف المركزي عن رفع الفائدة للمزيد من التحليل حول هذا الموضوع الذي يشغل العالم معنا من أبوظبي الأستاذ عمر عبدو الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال أهلا بك أستاذ عمر في البداية كيف ترى المشهد الآن بالنسبة لموضوع الساعة وهو رفع الفائدة نعم وسائل خير رابطوم لكم المشاهدين جرام أنا أعتقد أن الفدرالي الأمريكي سيتريد كثيرا قبل أن يفكر في رفع سعر الفائدة لسببين السبب الأول أنه هو عرض يرفع سعر الفائدة بشكل كبير جدا ونجح بقدر كبير أنه يخفص سعر الفائدة من كان كنا أقرب إلى 9% الآن هي أقرب إلى 4% والمستوى المستهدف هو 2% المشكلة إلى 2% الإضافية هذه بين 2% و4% أنه لا علاقة لها بالعرض والطلب والكتلة النقدية بحيث أن يستطيع الفدرالي الأمريكي أن يتحكم فيها بالتحكم في سعر الفائدة يعني المؤسرات الكبيرة أو العوامل المؤسرة في الإبقاء على أسعار الفائدة ومشتفع في الوقت الحالي الفدرالي الأمريكي ليس له تأثير كبير عليها مثلا منها إضراب عمال منها ارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير جدا منها ارتفاع أسعار الإيجارات في الولايات المتحدة منها أيضا البطالة المتدنية جدا فبالتالي هناك فيها كثير جدا من الاستهلاك ففي الوقت الحالي أعتقد أن الفدرالي الأمريكي يعلم جيدا أنه إذا استمر في راحة السعر الفائدة سوف يضر أكثر مما يفيد للإقتصاد الأمريكي نعم يعني أستاذ عمر البيانات الصادرة اليوم من بريطانيا وألمانيا أشعرت أيضا الأسواق بالتفاول إلى حد ما ماذا تتوقع بالنسبة لبقية البنوك المركزية؟ نعم هذا الرقم كان بمثابة بشرة للبنك إنجلتر المركزي خاصة أنه أنه البنك الإجلتر هو لديه معضلة حقيقة من بين البنوك المركزية الكوبرى أكثر من غيره هي أنه بين المطرقة والسندان هناك التضخم كان مرتفع جدا في بريطانيا كان الأعلى نسبة من بين دول الجي سابن وفي نفس الوقت الاقتصاد كان يعني يبدي فتور كبير جدا نتيجة الارتفاع السعر الفائدة في الفترة الماضية بشكل كبير فهذا الرقم هو رقم مريح جدا لبنك إنجلتر بالنسبة للبنوك المركزية الأخرى أيضا أفتكر أنه هي تبحث عن أسباب أن توقف رفع سعر الفائدة برغم أنه كان فقط خلال شهرين أو ثلاثة أشهر كانوا دائما يعني يعلنون أنهم سوف يرفعوا سعر الفائدة ويقعوا عليه مرتفعا لأن أيضا الأرقام الاقتصادية في أوروبا بدأت تظهر تظهر جليا أن الأسعار الفائدة المرتفعة بدأت توسع سلبيا في الاقتصاد نعم سنتوسع في هذه المواضيع خلال نشرات قادمة الأستاذ عامر عبدو الشريك المؤسس لأكاديمية ماركت تريدر لدراسات أسواق المال شكرا جزيلا لك أظهرت بيانات رابطة مصنعية السيارات الأوروبية اليوم أن من بين كل خمس سيارات جديدة تم بيعها في دول الاتحاد الأوروبي خلال شهر يغسطس كان هناك أكثر من سيارة كهربائية بالكامل كما زادت مبيعات السيارات التي بدون انبعاثات لأكثر من المثلين وقالت الرابطة أن الطرازات الكهربائية بالكامل مثلت 21% من المبيعات في دول الاتحاد الأوروبي في أغسطس مسجلة لأول مرة أكثر من خمس إجمالي مبيعات السيارات وفي الأشهر الثمانية الأولى من 2023 بيع نحو مليون سيارة كهربائية بالكامل في دول الاتحاد الأوروبي إذن مشاهدنا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرة الاقتصاد شكرا لكم وافئة مانا اشتركوا في القناة